السلام عليكم كان معلما وخطيبا في المسجد قبل أن يجد نفسه معتقلا في سجن الحوثيين بمديرية مقبنة محافظة تعز قبل أن ينقلوه إلى سجن مدينة الصالح اتقلوه في ذكرى ثورة فبراير ونقلوه بين سجونهم في مبنى محكمة مقبنة ثم سجن الصالح في مدينة تعز ثم السجن كلية المجتمع في محافظة ذمار ثم أعادوه إلى الصالح مرة أخرى ولم يفرجوا عنه إلا بموجب صفقة تبادل أسرى خرج بعدها من السجن بعد مرور ألف يوم من العذاب والحرمان في سجون ميليشيا الحوثي المعلم خالد المرادع يحكي جانبا من قصته في الفيلم التالي متابع ومثم نعود الأستاذ خالد عبد الله عبد الواحد المرادع ناشط اقتماعي ومدرس قرآن كريم في بداية دي بيد أخ العزيز كانت قصته قصة مؤلمة قصة ألف يوم يعني في المعتقل كانت بداية المعاناة هي في يوم الأحد قصة أفضل الساعة الواحدة ظهراً في تاريخ 12-02-2017 فوقيت في الساعة الواحدة ظهراً وأنا في وسط سوق البرح فوقيت بخمسين من المسلحين أتوا إلي وأبتادوني مباشرتين طبعاً مسلحين من الماليشيات قيادة المدعو أبو روح الله أبو روح الله هذا من بيت الوزير محمد إبراهيم الوزير وكذا يعني أخذيني مباشرة إلى سيارة طبعاً سيارة سنتافي وتم اقتيادي مباشرة إلى محكمة مقبنة حولتها ماليشية الحوتي إلى معتقل يمارس فيها الظلم والطغيان والجبروت والتعذيب الممنهج وغير ذلك من أساليب الإمتهان كنت أظن أنني سأكون وحدي في هذا المعتقل لكن الأسف الشديد وقدت نفسي إلى قانب ثلاثين مختطفاً جميعهم كانوا من الشوارع مواطني واحد أخذوا من بيته واحد من الشارع واحد من بين أغنانه وهكذا يعني تم استدعي للتحقيق وتم يعني ممارسة التعذيب الوحشية ليس في حقي بل بحق الناس جميعاً المتواجدين في هذه السجن فهذه السجن فسروا التهم تفصيلهم عندما يأخذوك هم يحاولوا يوقعوا إليك تهم عديدة مثل التهم داعش تنظيم القاعدة إصلاحي أنت قيادي في المقاومة أنت كذا يعني مش بها هذه طبعاً لكن أنا بالنسبة لي معروف عملي ما هو أنا كمدرس كناشط معي كمدرس تحفير كخطيب قامع لكنهم ينظرون للخطباء ينظرون لمعلمي القرآن الكريم ينظرون لمن يدرس القرآن الكريم أنه أخطر هكذا يخاطبك بهذه لقاء أنتم أخطر من اليهود والنصارى أنتم حفظة القرآن أنتم معلمين القرآن أنتم تدرسون القرآن هكذا يخاطبني أحد المشرفين يقول لي أنت تريد أن تطفئ نور الله بفوهك تحرضون ضدنا أنتم تحرضون ضد المسيئة القرآن أنتم من هذه طبعاً الاتهامات وهذه الدعاة المضللة السمرة أخي العزيز أنا في محكمة مقبنة ما يقارب شهرين طبعاً عندهم تعذيب التعذيب في سقن الماليشية طبعاً تعذيب ينقصر عندهم إلى تعذيب نفسي والتعذيب القسدي التعذيب القسدي طبعاً ربما أخف أخف واحد تعرض للتعذيب هو أما يعني بعد شهرين ونص طبعاً نقلي إلى مدينة الصالح المدينة المشؤومة التي وقدناها فعلاً الوحوش البشرية التي لا ترحم وقدنا أنفسنا ما بين مطرقة الأمن القومي التابع للنظام السابق وكماشة الحوثي الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي أو جماعة الحوثي وكلاهما طبعاً أمنين وقائين أو أمنين قوميين يمارس فيهما أبشاء التعذيب والإمتهان الممنهج ويمارس طبعاً التعذيب بحقد وكراهية بحقد أيش؟ وكراهية نفس التعذيب وكأننا نعيش في عالم الصراخ والعويل والبكاء كلاهما يسمع الأخي طبعاً كنا أخي العزيز موجودين بشقة أكثر من ثلاثين طبعاً الإفطار كان إفطار يعني ربما لا يكفي يعني لا يكفي لا يكفي المجمع ولا يكفي حتى الفاتر لكل واحد مثلاً أربع حبات رغيف وللعشرة واحد حقين واحد حقين المراعي ولكل فرط من وقت الإفطار حتى وقت السحور دباء رتل ونص طبعاً بشدة الحرارة والكل يعرف قو تعز مثلاً في شهر رمضان طبعاً كان لا يكفي كان يأتي الصعار حد عشر ونصف ونحن يعني نشعر بالقوع لكننا إيش؟ لا نقدم أن يستقيب لنا بذلك ثم نستمر أيضاً على الصيام وكأننا إذن لم نفطر بعد يعني برغم أن الأكل كان قليل طبعاً نأتي يكمل علينا الماء طبعاً طبعاً عندما يكمل الماء أنت مضطر على أنك تستمر على العطش حتى يأتي تأتي دبة السحور تأتي دبة السحور أساليب التعذيب أخي العزيزة أنا قلت لك هناك تعذيب نفسي يعني تعذيب ويبدأ من الضرب العصي إغماء ربط الأعين أيضاً الأيدي الأرقل أيضاً ومن ثم إما يتم تعليقك إلى تمام عدة ساعات طبعاً الضرب الحديد أيضاً السعق بالكهرباء كان أيضاً يوجد بعض الشباب تعرضوا للسعق بالكهرباء أيضاً الغمص بالماء الغمص بالماء يعني يريدون أن يقبروا الآخر على يعني اعتراف على أشياء هو لم يفعلها فعلاً أيضاً أنت تكون لا تملك شيء من الأمر ربما أنت توقع على ورقة أنت لا تعلم ماذا يدون فيها ماذا يكتف فيها يعني وهذه طبعاً إذا أتينا فهي مخالفة للقانون الإلهي القانون يعني التشريعي بأكمل بل القانون الدولي يعني عندما تأتي أنت يعني يعني تغسب أحد أحد الناس على إقرار بشيء وهو لا يعلم به أو 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 كلام غير الذي قاله وهذا طبعاً من الحيان من الحيان التي تمارسها إيش جماعة الحوثي أيضاً أنتقلت أخي الكريم إلى ذمار وصلت في كلية المجتمع الساعة الرابعة فقران برفقات 15 من الشباب جميعهم من أبناء من أبناء تعز وقميعهم أيضاً من الشوارع لا يوجد منهم أسير حل هذا لا يوجد منهم أسير حل من منطقتي كان أعددهم أثنين الأخ منه السيلاني وأحد الشباب أيضاً كان من أبناء قريتي كان إذن تم اختطافهم من السوق لا علاقة لهم بحرب ولا علاقة لهم بمشيء أيضاً خرجنا معززين تمام بين أهلنا وأبنائنا وأخواننا ونحن أيضاً اليوم وصل لدينا القناعة أن هذه القناعة طبعاً لا تحب التعيوش مع أي أحد طبعاً ثلاث سنوات إلا شهر ثلاث سنوات إلا شهر يعني من 2017 12-2 إلى 19-12-2019 وهو يوم الحرية عندي اليوم الذي لا ينسى اليوم الذي لا ينسى بفضل الله سبحانه وتعالى ارتكبت أطراف الصراع في تعيز انتهاكات متعددة بمستويات مختلفة ولعل أبرز تلك الانتهاكات هي استحداث سجون خاصة ارتكبت فيها أعمال وحشية تنتهك الكرامة والحقوق الفردية لسكان إذ تم تغييب المئات من النشطاء والخصوم والمعارضين والمدنيين في تلك السجون الخاصة كان سجن مدينة أصالح هو الأبرز من بين تلك السجون وهو السجن الذي اكتسى بسيطا مرعبا بسبب التعامل القاسي مع المعتقلين وكثرة السجناء المغيبين فيه التعليق على الوضع القانوني لهذه السجون ومن فيها من سجناء ينضم إلينا من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري مرحبا بك معنا سيد عمر مرحبا سيدة الكريمة ومشاهدي قناتكم الكرام أهلا بك إذن قصة التربوي خالد لربما تكررت مع الألاف داخل سجون الميليشية في مدينة تعز السؤال الاعتيادي في حلقتنا كيف ينظر القانون لهذه السجون التي تخضع للميليشيات والجماعات المسلحة وأيضا الشخصيات النافذة في البداية دعونا نقول بأن جرائم إنشاء سجون خاصة واعتقال المدنيين اعتقال النشطاء اعتقال الصحفيين والحقوقيين وكل الأكاديميين وكل من تمتلئ بهم سجون الحوثيين هي قريمة في حق القانون الدولي وأيضا في نظر القانون اليمني بالنسبة للقوانين المحلية يجرم قانون القرائم والعقوبات إنشاء سجون خاصة واعتبرها قريمة قسيمة ناهيك عن إضافة الاختطاف إلى هذه القريمة وممارسة التعذيب والاعتقال لسنوات دون قضية أيضا أن تكون هناك سجون تابعا للقوات المسلحة أو قوات الجيش يتم اعتقال مدنيين فيها أو نشطاء واستخدام هذه المواقع العسكرية والسجون العسكرية لاعتقال المدنيين تعتبر هذه قريمة في نظر القانون العسكري قانون القرائم والعقوبات العسكرية يعاقب عليها بالسجن يعاقب عليها بعزل القائد ومحاكمته عسكريا ومصادرة رتبته وفصله من السلك العسكري بشكل عام هذا بالنسبة للقوانين المحلية بالنسبة للقانون الدولي هذه القريمة متفق على أنها مدانة في كل الأعراف والقوانين الدولية اتفاقيات اتفاقية جنيف اتفاقية حقوق الإنسان جميع البروتوكولات التي تحدث عن حقوق الإنسان قرمت بشكل أساسي قريمة اعتقال المدنيين وإنشاء سقون خاصة بميليشيات تكون تلاحق وتعتقل المدنيين نظرا لما يرتبط بهذه القريمة من آثار بعيدة المدى أولا تتم عملية الاعتقال بصورة غير قانونية حيث يتم اختطاف هؤلاء النشطاء هؤلاء المدنيين من الشوارع من الطرق من منازلهم لا توجد أي ضمانات لمحاسبات أو محاكمات عادلة دائما تكون هذه الاعتقالات بقصد كتم الأنفاس بقصد تمرير مشاريع خاصة وضيقة بقصد اسكات الأصوات بقصد منع الناس من المطالبة بحقهم بالحياة العادلة أيضا بقصد تضييق الحريات هذا الإرهاب والترهيب هي قريمة في القوانين الدولية مقرمة ومدانة ويحاكم عليها هؤلاء المقرمون ولا تسقط بالتقادم هناك قرائم قسيمة وقرائم متسلسلة بدءا من اختطاف الشخص اختطاف المدني أو الناشط أو الأكاديمي أو الحقوقي مرورا باعتقاله في سجن خاص لا يعلم أهله عنه لا يتم إبلاغ الجهات المعنية خاصة في مراحل الحروب لا يتم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي الجهة المعنية بالتواصل بين هؤلاء المعتقلين وبين أهاليهم في الحروب الداخلية لا تقد ضمانة دولية كبيرة لأن هذه الحروب والانتهاكات غالبا تعالج وفق الأطر والقوانين المحلية ولكنها في جميع الأحوال تعتبر مدانة وفق القوانين المحلية والدولية هناك نشطاء هناك مدنيون نعم نعم يخرج هؤلاء المعتقلون من السجون في حالة نفسية ومادية تستحق المساعدة كيف تقيم أنت مستوى الاهتمام بهم الاهتمام هزيل وهزيل جدا سواء في مرحلة بقاء هؤلاء المعتقلون داخل السجون وسواء بعد خروجهم هذه الحالة متفشية وشاهدنا الكثير من النماذق المؤسفة هناك نوع من الإهمال المتعمد من قبل السلطات المعنية برعاية هؤلاء الرعاية المدنيين الذين تتحمل مسؤوليتهم بالنسبة للحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية كفالة أسر هؤلاء المعتقلين وهؤلاء المسجونين في سجون غير قانونية يجب على الحكومة الشرعية أن تهتم بهم أن تقوم بإيواء وكفالة ورعاية أسرهم وتوفير الحد الأدنى من القوت اللازم لهؤلاء الأسر كي لا يتشردوا فيما بعد خروجهم من المعتقلات يجب على الحكومة الشرعية أن تقوم بالاهتمام وعلى السلطات بشكل عام أن تقوم بالاهتمام بهؤلاء المعتقلين المفرج عنهم غالبا يحتاجون إلى علاق نفسي يحتاجون إلى علاق بدني هناك الكثير من الأمراض التي تؤثر بهم داخل السقون نظرا للعدام أدنى مقومات الحياة داخل هذه السقون هناك نوع من التعذيب البدني التعذيب النفسي الذي يتراكم ويتفاقم على طول فترة السقن الذي تستمر لثلاث سنوات وأربع سنوات دون أدنى رعاية صحية داخل هذه المعتقلات وبالتالي فإن الرعاية الصحية التي تأتي بعد خروج هؤلاء المعتقلين هي واجب على السلطات التي تعتبر وتعتبر نفسها مسؤولة عن هؤلاء المدنيين نعم سيد عمر لنتحدث قليلا عن أهالي هؤلاء الذين تعرضوا للاختطاف والسجن داخل سجون الحوثيين الأهالي يعني في بعض الحالة ينتنعون عن إبلاغ الجهات الرسمية أو حتى المنظمات المختصة بهذا الشأن يعني يأما تعرضوا للترهيب أو حتى الترغيب من قبل الحوثيين والوعود بأن الأمر لن يطول وبأنه سيتم الإفراج عن أقاربهم والمتواجدين داخل السجن لكن إذا تم العمل في صمت والمتابعة بهدوء كيف تعلق أنت على هذا الأمر نعم انتهج الحوثيون سياسة بالترغيب والترهيب سياسة الترغيب والترهيب لأهالي هؤلاء المعتقلين بإرغاب ترغيبهم بأن ابنهم أو قريبهم سوف يخرج إذا لم يتم إحداث ضجة ولم يتم التواصل مع حقوقيين ولم يتم عمل وقفات احتجاجية للمطالبة بفك اعتقاله والإفراج عنه يتم إغراء هؤلاء الأهالي المغرر بهم يتم الضحك عليهم بأنهم سوف يتم الإفراج عنهم لا عاقلا وتستمر فترة السجن لسنوات صديق الذي ظل في سجون الحوثيين لمدة ثلاث سنوات ونصف طوال فترة اعتقاله كان أهله يمنعون أصدقاءه ورفقاءه من التضامن معه ومن كتابة منشورات تضامنة ومن التواصل مع حقوقيين ومن تضمين اسمه في تقارير حقوقية كي لا يتم تعسفه وكي لا يتم إطالة فترة الاعتقال ولكن هذا غير صحيح تماما يتم معاملة هؤلاء المعتقلين جميعا بطريقة واحدة وطبيعة واحدة وهي أن هؤلاء المعتقلين يعتقلوا بطريقة غير قانونية ولن يتم الإفرق عنهم إلا بتبادل أسرى وهذه قريمة أخرى تضاف إلى سجل القرائم أن يتم مبادلة المدنيين بأسرى حرب ومقاتلين غالبا لا يتم الاستجابة لتلك الرغبات وتلك التفاهمات ويتم ابتزاز هؤلاء الأهالي بمبالغ طائلة عبر السماسرة مرتبطون بشكل أساسي بالقاد الرئيسيين لهذه الميليشيات بحيث يتم ابتزازهم بمبالغ تصل إلى الملايين خمسة ملايين ريال عن كل رأس مقابل إفرق عنهم وغالبا لا يتم الإفرق إلا بصفقة تبادل أسرى صديق الذي ظل ثلاث سنوات ونصف وآخرون أمثاله كثير استمرت فترة سجنهم ثلاث سنوات وأكثر تم منع أهاليهم بالضغط النفسي من قبل أهاليهم على جميع أصدقائهم والمنظمات الحقوقية بعدم التضامن وعدم الزجج بأسمائهم في تقايل حقوقية رغبة في الإفرق القريب عنهم ولكن ذلك لم يحدث لذلك نقول أن هذه سياسة حوثية الهدف منها تخفيف الضقيق وتخفيف حالة التذمر وحالة رد الفعل المترتبة على هذه القريمة الشنيعة وقصدهم كتم الأنفاس والتخفيف من هذه الضغوط كي لا يلتفت المجتمع الدولي إلى حقم هذه القرائم ويبقى الآلاف من المعتقلين داخل السجون لا يعلم الكثير عنهم لا يعلم أصدقائهم لا يعلم مجتمعهم ولا يعلم المجتمع الدولي الحوثيون مقرمون بطبيعتهم وبالتالي إذا لم تكن هذه الطبيعة الإجرامية متأصلة داخل نفوسهم لم استمر اعتقال أحدهم للمعتقلين المدنيين لفترة ستة أشهر وسنة دون أن يدري أهله أين هو دون الامتناع عن الإفصاح عن طبيعة اعتقاله ومكان اعتقاله وظروفه النفسية وسرحية وبالتالي هناك معتقلون استمروا لسنوات دون أن يتم التضامن دون أن يتم الإفراج عنهم لهذه التبريرات التي تعتبر نوع من القريمة المضاعفة والقريمة النفسية التي تشدد العقوب نعم سيد عمر كيف ينظر القانون لهؤلاء السماسرة وحتى الوسطى الذين يقومون باستغلال أهالي الضحايا وأخذ أموال طائلة كما ذكرت كيف يمكن لهم بالتالي محاسبتهم ومعاقبتهم وإقامة أو حتى عمل محاكمات لهم هؤلاء السماسرة غالبا مرتبطون بالقادة المسؤولين عن الاعتقالات غالبا يكونون من البيئة المحيطة من أقاربهم من مرافقيهم وبالتالي فهم شركاء هذه عملية معقدة يتم فيها ابتزاز الخاص من ابتزاز المعتقلين وأهليهم أولا عندما يتم اعتقال الشخص بدون قريمة وبدون تهمة ويتم اعتقاله إلى سجن خاص سجن غير قانوني لا تطلع النيابة على هذه القريمة ولا يتم التوفير وكفالة الضمانات الأدنى لهذه الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تلحق بها هذه القريمة الأساسية القريمة اللاحقة هي قريمة ابتزاز الأهالي وطلب مبالغ وإطاوات كبيرة جدا تصل إلى الملايين من أهالي لا يملكون قوة يومهم وبالتالي فإن هذه القريمة قريمة مشتركة هؤلاء السماسرة يعتبرون شركاء أساسيين لهؤلاء المقرمين لهؤلاء قادة الميليشيات ويمكن محاكمتهم بقريمة النصب والاحتيال بقريمة الشراكة في القريمة الاعتقال وإطالة أمد الاعتقال بقصد الابتزاز وبالتالي فإنهم شركاء يجب أن يتم رصدهم وملاحقتهم قانونيا وبإذن الله هذه القريمة لا تسقط بالتقادم نعم الوصف القانوني حين يتم الإفراج عن بعض المعتقلين بموجب صفقات تبادل أسرى هل يسقط حقهم مستقبلا في مقاضات مختطفهم والتعامل معهم كضحايا مبادلة المدنيين المعتقلين بأسر حرب ومحاربين هذه قريمة بحد ذاتها بحيث يتم استخدام هؤلاء المدنيين كدروع وكعبارة عن وسائل الضغط للإفراج عن المقاتلين وإطالة أمد النزاع وبالتالي فإن القريمة الأساسية وهي الاعتقال غير القانوني والاختطاف والسجن لمدة سنوات بدون قريمة وبدون محاكمة وبدون العرض على سلطات قضائية هذه القريمة بحد ذاتها قريمة أساسية أما القريمة اللاحقة وهي مبادلة هؤلاء المعتقلين المدنيين بأسر حرب ومقاتلين محاربين فإن هذه القريمة هي قريمة مضافة تضاف إلى القرائم السابقة والمستمرة وهي عبارة عن سلسلة قرائم تبدأ بالاختطاف وتنتهي بمبادلة هؤلاء المدنيين بأسر حرب وبالتالي فإنها كتلة واحدة هي أيضا قريمة أخلاقية تضاف إلى سجل هذه الميليشيات التي تمارس أبشع صور التعسف والابتزاز للمدنيين وللمجتمع بشكل عام عندما يتم مبادلة مدني بأسير حرب وبمعتقل المحارب هذه القصد من هذه القريمة أولا الإفراق عن معتقلين المحاربين وبالتالي فإن الهدف من اعتقال المزيد من المدنيين من الشوارع ومن الطرق يفتح شهية هذه الميليشية للمزيد من اعتقالات كي يتم المبادلة بهم بأسرى حرب ومعتقلين يجب على سلطات شرعية أن تكوف عن عملية مبادلة أسرى الحرب بمعتقلين مدنيين من رعاياها كي لا تنفتح شهية هذه الميليشية وكي لا تستمر هذه القريمة المستمرة بالنسبة للمعتقلين المدنيين هذه مسؤولية المجتمع الدولي مسؤولية السلطات القضائية يجب ملاحقة الرموز رموز هذه الميليشية قضائيا يجب فتح ملفات قضائية أمام النيابة العامة والبدء بمحاكمات حتى يتم الوصول إلى هؤلاء لاحقا ومحاكمتهم بصورة قانونية متكاملة أما أن يتم التسويف ويتم تأخير النظر في هذه القضايا ويتم الاستمرار في مبادلة معتقلين مدنيين بأسرى حرب فإن هذا إطالة لأمد النزاع وتغليف للقريمة الأساسية ونوع من التستر على القريمة الأساسية التي يقوم بها الحوثيين حيث يتم خلط الأوراق ويتم خداع المجتمع الدولي بأن هؤلاء فعلا المحاربين أو كما يصفهم الحوثيون بأنهم متعاونون مع العدوان وبالتالي فإن القريمة تتأثر بهذه التوصيفات التي يتم تضليل العدالة بها لاحقا والقصد منها إطالة أمد النزاع والاستفادة من الرصيد الكبير من المعتقلين لدى ميليشية الحوثي والمبادلة بهم بأسرى حرب ومعتقلين محاربين نعم كنت قد تحدثت نعم سيد عمر كنت قد تحدثت عن أن تكف الحكومة عن تبادل أسرى الجبهات مع المدنيين التي تقوم الميليشيا باعتقالهم كيف تقيم أنت الجانب الحكومي فيما يتعلق بقضية المعتقلين داخل سجون الميليشيا وما مصير المعتقلين بالتالي إذا تم التوقف عن التبادل بهم مع الحوثيين هذه القضية موسفة في جميع الأحوال نعم عندما نقول على المدى البعيد يجب على الحكومة أن تتوقف عن مبادلة أسرى الحرب بمعتقلين مدنيين من رعاياها نعم إن هذا يخفف مستقبلا من كمية الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها ميليشية الحوثي أن تبادل أسرى حرب بمعتقل مدني فإن هذا يفتح شهية الحوثيين للمزيد من الاعتقالات للرموز للنشطاء للأكاديميين للشخصيات المدنية المؤثرة لأن هناك ضغط مجتمعي من قبل المجتمع على السلطات الشرعية على القيادة العسكرية كي يتم الإفراج عن أهاليهم عن رموزهم عن شخصيات الاجتماعية المؤثرة ولو بمقابل الإفراج عن أسرى حرب هذا الضغط المجتمعي هو من يضطر الحكومة الشرعية ومن يضطر الجيش الوطني البيئة الحاضنة لها والمجتمع الذي هو يعتبر الأساس والسند لهذه السلطة الشرعية ولكن على المدى البعيد هذه الأمور تفاقم مسألة الاعتقالة التعسفية وتضاعف من حجم المعتقلين وتفتح شهية الحوثيين للمزيد من الاعتقالات لأنهم مستفيدون بطبيعة الحال المسؤولية الأساسية على السلطات الشرعية أن تضغط على المجتمع الدولي كي يتم تفعيل الاتفاقية الدولية خاصة تفاقية ستوكهولم التي تتحدث بشكل أساسي عن إفراق عن المعتقلين المدنيين وهم بالآلاف أن يتم الضغط في هذا القانب أفضل من الاستمرار في مبادلة أسرى حرب بمعتقلين المدنيين فهذه العملية لن تتوقف ولن يتوقف الحوثيون عندما يستمر الأهالي بالضغط على الحوثيين إعلاميا والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وإيصال أصواتهم بأن أهاليهم معتقلون بدون ذنب وأنهم معتقلون تعسفيا لسنوات فإن هذه الأصوات سوف تصل بالتالي إلى المجتمع الدولي القادر على الضغط لأن هناك نوع من التبادل هناك نوع من التعاون الحوثي لا يستغني عن المجتمع الدولي الذي يدعمه بشكل مستمر وبالتالي فإن هذا الضغط بهذا الاتقاه سوف يأتي ثماره إلى تم التركيز على هذه القضية والعمل لها بجدية والتوقف عن المبادلات استمر اعتقال هؤلاء المدنيين بعض الوقت سوف تأتي ثمارها لاحقا وسوف يكف الحوثيون عن اعتقال المدنيين لأنهم غير مستفيدين من ناحية أولى من حيث الضغط الدولي والضغط المجتمعي والضغط الحقوقي ومن ناحية أخرى أنه لا يوجد هدف عسكري يستفيدون منه من خلال توقف مبادلة أسر الحرب بالمعتقلين المدنيين نعم نكتفي بهذا القدر المحامي عمر الحميري كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدنا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من برنامج لاستوحدك على قناة بالقيس على اليوتيوب المعلم والمختطف السابق خالد المرادع تم رصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة